اشتركوا في القناة على دبلوم المتكامل في تصميم العروض التقديمية في برنامج باوربوينت وننصح الجميع باغتنام الفرصم وكسب الدبلوم لكل ما يحتويه من مسار تعليمي متكمل من الصفر حتى انتاج المشاريع الاحترافية وبما يتضمنه ايضا من ملحقات وقوالب تصل الى 15000 قالب وما اعتقد في دبلوم اطلق على مستوى الوطن العربي في ملحقات بهذا الزخم لكن انا من حرصي الى نزولكم الى سوق العمل بقوة او انتاج مشاريعكم ودرسكم ومحاضراتكم بقوة فتم رفض هذا الدبلوم بهذا الزخم من الماتريال والمواد والقوالب فاللي بيرغب بحضور ومتابعة هذا الدبلوم فكافة التفاصيل رح تكون موجودة بوصف هذا الفيديو ويلو مباشرة حتى نبدأ بلقاءنا الجميل والجديد والعطر مع حضراتكم لهذا اليوم اهلا بكم اصدقائي مرة تانية في برنامج باوربوينت ومتل ما انا شايفين محضر لكم عندي صورة بالشريحة الرئيسية وعندي بعض رسومات الانفوغراف بالشرائح الفرعية الفكرة الان انا من خلال الشريحة الرئيسية بدي ابدأ بانتقالات الزوم وارتب عناصر جميلة على صورة جميلة تمام بحيث تكون هي شاشة رئيسية او افتتاحية سلايد ماستر انصح التعبير بحيث تكون انتقالاتي الى محتوى الشرائح من خلالها فكيف ممكن نشتغل على سلايد زوم انا بذكر فقط مرة تانية ان هذه الميزة متوفرة في الاصدارات الحديثة من اصدارات باوربوينت وليست متاحة بالاصدارات القديمة هذه الصورة راح تشوفوا رابط موجود بوصف هذا الفيديو راح نقلكم الى موقع البكساباي لتحميل هذه الصورة مباشرة لكن بعد ما نحمل الصورة ونقوم بادراجة الى برنامج باوربوينت كيف ممكن اتعامل معها مثل ما اللي شايفين عندي مكان بالجزء اليميني والجزء اليساري مش مكتمل واذا قمت بتكبير الصورة يدويا فعندي مساحات زائدة راح تخرج عن الشريحة فلذلك بحدد الصورة ونتوجه الى تنسيق الصورة ومن ثم قص ومن ثم نسبة العرض الى الارتفاع ومنختار 16 على 9 ممكن انا انقر والسحب للاعلى او الاسفل حسب المنطقة الانت محتاجة بالازهار العناصر ضمن الصورة خلاص وبجي منقر باي مكان كل ما هو عليك نقوم بالنقر والسحب والتكبير عشان تكون من الشريحة الان بالضبط هذه العناصر حتى انا قوم باضافته كسلايد زوم ونحن بالشريحة الرئيسية بتوجه الى ادراج ومن ثم الى صورة ومن ثم الى صورة الشريحة نحدد الشرائح المراد ادراج صورياتا ضمن الشريحة الرئيسية وانقر على مفتاح الادراج وانا محدد الكل بتوجه الى قائمة تكبير وتصغير ومن حد الصورة نختار بدون اطار ممتاز الان بلغي التحديد وبحاول ان اوزع قدر الامكان يعني هذه الصورة ممكن او هذه الصورة الشريحة يعني ممكن اضعها على الظرف هذه ممكن تكون على نظارة نفس الشيء على الثاني كمان هذه ممكن تكون بهذا المكان هذا عمودي ممكن يكون بهذا المكان نفس الشيء بهذا المكان برتب الصوريات بهذا الشكل نجي الى صورة صورة وعلى ميت مهدر اختار الصورة الاولى بتوجه الى كمان شريط القوائم تكبير وتصغير وبفعل العودة الى الصورة وبقوم بازالة الخلفية يعني بحيث انو اخد خلفية من ايش من الصورة الرئيسية كل ما هو علي انو انا اعمل شوية روتيت مثلا التفاف منك اخد مساحة اضافية شوي وبركب العنصر بهذا المكان باجي الى صورة الظرف نفس المبدأ بعطي عودة الى الصورة ومنزيل الخلفية وبعمل كمان استدارة او روتيت بحيث يكون يعني نوعا ما عاطي واقعية انو هي مركبة ايش على الظرف وليكن بهذا الشكل الجميل نفس الشيء للشريحة التالية بفعل عودة الى الصورة ومنزيل الخلفية تمام ومنركبة وليكن عندنا بهذا المكان الجميل تمام باجي الى هذه الصورة نفس المبدأ العودة الى الصورة وبزيل الخلفية ومنعمل شوية استدارة من صغير كمان برضو بدأ شوية استدارة نسحب على هذا المكان ومنصغير المحتوى بحيث يكون نوعا ما رسمتنا واضحة ويكون فيه شيء من الواقعية تمام وليكن بهذا الشكل ونحاول نركب هدول الاشكال على عدسات النضارة يعني اذا كان محتوى كتير عندك فممكن نستفاد من كل العناصر الموجودة على الصورة تمام اعمل كونترول زيت يمكن انا سحبتها زيادة تمام بعمل التفاف وليكن معاي هذا الشكل موضوع الالتفاف رح يعطينا شيء جمالي لعرض الانتقال انتقال الزوم بحد ذاتهم بينتقل بشكل مائل فيعطي شيء جميل اكتر فممكن الان اصبحت معنا بهذا الشكل تمام فلو شغلنا شريحتنا وكانت هي الشريحة الرئيسية وعندك العنوان موجود بمكان معين وافكارك بالدرس موزعة على هذه الكائنات بهذه الصورة بهذا الشكل الجميل حبيت انتقل الى جزء معين خلاص امكر عليه لمرة واحدة حيث تم التوجه لالو مباشرة طبعا الالوان النصوص ممكن يجعلها باللون الابيض ما فيعنا مش لاطلاقا وبنقل لي مرة تانية بيرجعني الى السلايد الرئيسي حبي ننتقل لهذا المكان انقل لي مرة واحدة فبجهني لهذا المحتوى وبنقل مرة تانية بيرجعني هذه المحتوى ممكن انقل مرة واحدة لحتى ينقلني ويعرض المحتوى بشاشة كاملة ولما انقل بيرجعني الى رئيسي ونشوف هذه الح raisي الجميلة يتم عرضها بطريقة جدا احترافية ومنحز معانا الءوتيت او الاستدارة كيف بيعطي تأثير الدوران للحركة اثناء الانتقال يعطي شيء جميل نفس المبدأ ما شاء الله جميل للغايم تمام نفس المبدأ ممكن انتقل الى هذا المحتوى ومشاهده بطريقة جميلة وخلاص من اجمل الافكار المشاريع اللي بتعطيك مرونة وابداع بالعمل وايضا لا تستنزف منك الوقت بالتصميم والانجاز فقط لغير اوامر بسيطة ومعلومة بتهندسها كلية على شاشة واحدة ويتم الانتقال من خلال تصميم شريحة رئيسية بانتقالات زوم وحركات جدا رائعة من خلال الروتيت او الاستدارة هذا كان محور لقائي مع حضراتكم اليوم ففضلا وحبا وتكرمان لا تنسوني من دعاكم بداية ومن تفاعلكم تانيا دمتم برعاية الله والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته